من أهم ضوابط الوقف والابتداء الوقف على جملة من مقول القول أولاً لابد أن نعرف ما هو القول وما هو المقول القول هو الفعل أو ما يعطي معناه الفعل يعني فعل قال أو يقول أو قل قال هذا الفعل هو القول يقول كذلك قل كذلك أو ما في معناه يعني كل ما يعطي معنى فعل القول فهو قول أما المقول فهو ما يأتي بعد القول ولا بد أن يكون جملة ويعرب مفعولاً به أو في محل نصب مفعول به لفعل القول فنقول مثلاً قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا هو القول الفعل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا هو مقول القول فمقول القول هو ما يأتي بعد القول ويعرب مفعولاً به ولا بد أن يكون جملة قال الله قل أي شيء أكبر شهادة قل هذا هو القول أي شيء أكبر شهادة هذه الجملة هي مقول القول قل أي شيء أكبر شهادة هذا قول ومقوله قل الله قل قول ثاني الله يعني الله أكبر شهادة هذا مقول القول الثاني ما يلزمنا من القول ومن مقوله أن الوقف على أبعاض المقول من الكافي كأن يريد في القرآن أحيانا مقول طويل مثل وقال الشيطان لما قضي الأمر قال الشيطان لما قضي الأمر هذا هو القول ثم ما يأتي بعده هو من المقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل كل هذا مقول القول فالقول قال الشيطان والمقول ما أتى بعده الوقف على بعض الجملي أو على أبعاض الجملي في المقول القول هو وقف كافي قلنا قبل ذلك إن المسوغ في الوقف ليس المعنى وإنما المسوغ هو اللفظ فإن تم اللفظ يعني إيه تم اللفظ يعني انتهت الجملة وانتهى تعلقها الإعراب فليست متعلقة بما بعدها ولا بعدها متعلق بها من جهة الإعراب هنا نسوغ الوقف فإن اتصل المعنى كان وقفا كافيا وإن انفصل المعنى كان وقفا تاما لكن اشتراك الوقف الكافي والتام في انقطاع اللفظ هو المسوغ الرئيسي للوقف عليه ثم الابتداء بما بعده فنأخذ مثلا هذا المقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم إن واسمها وخبرها جملة تامة وما بعدها معطوف عليها ووعدتكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إما أنها جملة معطوفة على إن واسمها وخبرها أو حال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعتكم فاستجبتم لي هذه الواو واو استئنافية وبعدها جملة فيها حصر وقصر وما كان لي عليكم من سلطان إلا الجملة التي تبدأ بما وبعدها إلا يسميها أهل البلاغة الحصر والقصر والحصر والقصر هي جملة تامة لا تأتي إلا في جملة تامة كاملة إعرابا هنا هذه الجملة جملة أخرى مستقلة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم هذه جملة ثالثة الفاء هنا فاستئنافية واللام هنا نافية والجملة جملة فعلية فلا تلوموني أقصدنا هي لم نافية فلا تلوموني ولوموا أنفسكم هذه جملة فعلية تامة ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي هذه جملة اسمية منفية وهي جملة تامة كذلك إعرابا إني كفرت بما أشركتموني من قبل هذه الجملة إن واسمها وخبرها وهي جملة تامة أيضا كل هذه الجمل مجموعة في مقول القول فمقول القول كل هذا لكن كما لحظتم المقول طويل وهو منفصل في جمل 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 الجملة تلو الجملة إذا وقفت على جملة مثلا ووعدتكم فأخلفتكم ثم بدأت وما كان لي عليكم من سلطان هنا الجملة انتهت لفظا لكنها لا زالت متعلقة بما بعدها معنا وسبب تعلقها المعنوي أن ما بعدها يكمل مقول القول فما قبلها من المقول وما بعدها من المقول فلا زال المعنى متصل والمعنى هو تمام مقول القول إذن الوقف هنا وقف كافي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي الوقف هنا كافي إني كفرت بما أشركتمون من قبل هذه جملة مستقلة لفظا لكنها تتمة المقول لذلك يجوز الوقف على ما قبلها ويجوز الابتداء بما بعدها إني كفرت بما أشركتمون من قبل ليست عشان بس ليقف هنا لو نظرتم في المصحف ستجدون يعني علامة وقف على بمصرخي لإني كفرت هذه جملة تامة وهي من مقول القول ومعناها إني كفرت بما نسبتموه إلي من الإشراك بالله أو عبادة دون الله أو دعوتي أو دعوتي لعبادة دون الله مش معناها إني كفرت بالله ثم إن القارئ لم يبتدئ بهذه الآية وإنما ابتدأ بقول الله وقال الشيطان يعني بالقول ثم أدرج المقول بعد القول فلابد أن يفهم الكلام في سياقه والذي حتى لو كانت هذه الجملة يعني يظهر فيها الشيطان كفره بالله وهي ليست من ذلك بل هو يتبرأ من الكفر بالله في هذا الموقف لكن حتى لو كانت من الكفر بالله فحاكي الكفر ليس بكافر يعني إحنا هنا لما نقرأ قول الله وقالت اليهود يد الله مغلولة هذا قول كفر لكن الذي يحكيه لنا والذي تجري هذه الأقوال أو هذه المقولات على ألسنتهم ليسوا بكفار فحاكي القول الكفري ليس بكافر هذا معروف ومفهوم حتى لا يخطأ البادئ بهذا البادئ إني كفرته بما أشركتوني من قبل من قبل هنا انتهى المقول ليبدأ قول جديد إن الظالمين لهم عذاب أليم على اختلاف بعضهم قال إن الظالمين لهم عذاب أليم هي من جملة مقول القول الذي للشيطان وعضهم قال بل هي من تعقيب قول الله على مقول القول الذي نُصِب للشيطان إذن لو كان المقول طويلا وصالح هذا المقول أن يقسم إلى جمل مستقلة لفظا فالوقف على الجمل بعضها دون بعض على هذه الحالة ولا هذه الصورة وقف كاف لأن المعنى لازال متصلا وهو اتصال المقول لكن الوقف جوز للانفصال اللغوي الحاصل في جمال مقول القول هذا الضابط مهم جدا وهو أبعاد مقول القول بيّن من خلاله معنى القول ومعنى المقول ثم معنى الانفصال اللغوي الذي يبنى عليه الوقف سواء في المقول أو في غيره ثم عددنا هذا كضابط أساسي ورئيسي في ضوابط الوقف الكافي كذلك من ضوابط الوقف الكافي المشهورة سين الاستقبال سين الاستقبال إن كانت واقعة في وسط الكلام فما قبلها لابد أن يكون وقفا كافيا كقول الله ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون سين الاستقبال أو سوف سوف هنا ما قبل سوف وقف كاف كذلك لا زال الحديث مستمرا عن الوقف الكافي حتى يضبط إن شاء الله ضبطا كافيا ووافيا